وفي إطار حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزد من الساعة الرسمية تمكنت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة من ضبط نحو 442 قضاية أمونية بمضبطات بلغت نحو 77 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط نحو 16 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية فقد تم ضبط نحو 61 طن أما في مجالي قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و 62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجالي ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي فقد تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 17 طن أقماح محلية